اشتركوا في القناة اهلا وسلم بك ومع بركي الحمد لله يعني لا اسمعك جيدا دكتور خالد هل تسمعني سمعني كده انا سمعك طيب صوت دكتور خالد لم يصلني على كل حال سأطرح عليك السؤال وان شاء الله يصلني الصوت دكتور في البداية تنتشر كثير من الوصفات الغذائية والعشبية على مواقع التواصل الاجتماعي كعلاج لمرضى كورونا هل توجد بالفعل حتى الان اي وصفات يمكنها علاج مرضى كوفيد 19 بالنسبة انا بشكركم على انكم بتسلطوا الضوء على الموضوع ده سوط واصل كمل يا دكتور كمل بالنسبة انا بشكركم عشان انتم بتقدروا تسلطوا الضوء على حاجة مهمة جدا بتاهم الناس ويمكن دور الاعلام مهم جدا عشان يزيل اي معلومات خطأ خاصة بهذا الموضوع بشكل عام الى الان لم يتم التوصل الى علاج مناسب لكوفيد 19 ولسه كله تحت مراحل الدراسة والبحث واحنا بنقدر نقول حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نكون وعيين ان احنا لسه دول العالم حاليا دي واتي شغالة على انها بتوصل لعلاج لي وان كل المحاولات اللي هي تم ترويكها في الاعلام وفي السوشيال ميديا هي معلومات تجارية ليس لها اساس وكلنا لازم ان نكون المصدر الوحيد لنا في المعلومات بتاعتنا هي وزارة الصحة لان هو ده المصدر الحقيقي للمعلومات اللي لازم ان احنا ننتبه اليها فقط لغير اي حاجة تانية غير وزارة الصحة احنا بننصح ان احنا نتجنب اخذ اي مصدر من المعلومات ليس له علاقة بوزارة الصحة وده مهمة جدا جدا نعم طيب دكتور ما هو الرأي العلمي في استخدام الطب الشعبي وطب الاعشاب في تقوية المنع هو بالنسبة للطب الشعبي او الطب البديل هو معروف من زمان وهو بيستخدم خلاصات النباتات وخلاصات العشاب في من خلال اجراء زيادة في معدل المضادات الاكسادة والبيتامين والمينرالز والاملاح المعدنية والبيتامينات اللي هي بتساعد على زيادة تقوية في هذه المناعة وبتكون منها حاجات انتي بكتيريال وانتي فيروس مضادة للفيروسات ومضادة للبيكتيريا ولكن لما نيجي نتكلم بشكل عام الحاجات دي ممتازة ولها فوائد تبقى للشروط معينة حنقولها دلوقتي لكن احنا لازم ان لكون منتبهين جاء تماما تماما ان العشاب لم يتم تجربتها الى الان على كوفيد 19 لكن تم تجربتها على الفيروسات بشكل عام بس على كوفيد 19 لم يتم الى الان يعني احنا دلوقتي حتى كاننا في الدراسات بتاعتنا وفي الجامعات والبحث العلمي دلوقتي الفيروس ده جديد بخصيصه بسلوكه يعني الفيروسات الاعتيمة بتاعت الانفلونزا كانت بتتأثر عن طريقه فيتامين سي وما الى ذلك وعن طريقه ضربة الحرارة الفيروس ده لا يتأثر بالحرارة الفيروس ده ليه خصائص مختلفة عن الفيروسات التانية فبالتالي ما نقدرش نعمم الأبحاث القديمة اللي هي تعملت على الفيروسات القديمة بنفس الموضوع زي مثلا فيه عشبة اسمها الإشنيسيا الإشنيسيا دي مقوّل جهاز المناعة ولها تأثير ممتاز جدا على الفيروسات وعلى البارد دي تم اختبارها علميا وموجودة منها شركات أدوية بتصنعها وتم عمل اختبارات سريرية عليها بشكل ممتاز وأثبتت نجاحها بشكل فعال جدا اللي هي عشبة الإشنيسيا وموجودة في الصيدليات ممكن اي حد يقودها وديها تعمل لكن ما نقدرش نقول ان هذه العشبة هي مضادة لكورونا ما نقدرش نقول كده لكن هي كورونا ده جديد والدراسات اللي لسه تحت الدراسة ولا تحت البحث ما نقدرش نعمم عليه فبتالي احنا كل الأبحاث اللي تعملت على الطب الشعبي أو اللي تعملت على بعض أنواع النباتات ولا حاجة ديات ما نقدرش نعممها في الوقت الحالي على كوبيد 9 دي هي لها خصائص ممتازة أوكي لكن يجب ان احنا نكون حزبين في تعمين بس طيب على ذكر دكتور العشبة التي ذكرتها ومنها ظهرة الإشناسيا كما ذكرت تقول انها مهمة للفيروسات وللمناعة ولكن لم يثبت علاقتها بالكوبيد 19 على ذكر ذلك توجد كثير من الأعشاب وكثير من الوصفات المنتشرة التي يعني يربطها البعض بالوقاية وتقوية المناعة ضد كوبيد 19 فدعنا نتحدث مع الجمهور عن هذه الأعشاب بشكل خاص ثم نتحدث بشكل عام عن كيف نقوي جهاز المناعة ولكن الأسئلة دائما تأتي على أعشاب بعينها وعلى وصفات بعينها مثلا أنت ذكرت عن الإشناسيا وتقول أنها بالفعل مهمة ولكن دكتور يعني أين توجد؟ هل توصي بأن الناس العادية يمكن أن تتناولها في إطار تقوية المناعة ويعني محاولة البقاية من الفيروسات بشكل عام دون اعتبار أنها علاج أو بقاية من كوفيد 19 تحديداً وبأي جرعات؟ تمام، عشان نكون صراحين في الموضوع دوت كل النباتات الطبية والعشاب يتم تناولها بشكل سيدلاني يعني بشكل تصنيع دوائي ففي هذه الحالة بتكون مهمة جداً أن احنا نكون حارسين أن الإشناسيا بالذات ديت دخلت مرحلة التصنيع والتجربة والاختبارات وهي موجودة فعلاً في السيدليات بشكل ممتاز جداً فإحنا ممكن نتوجه ناخدها دياب ممتازة جداً لكن نكون حذرين أن احنا ما ناخدش العشاب الطبية أو النباتات الطبية بشكل مفتوح أو بشكل يعني عشوائي أنا أديكم مثال زغير الدرسين أو الإرفة اللي هي السينمون إحنا عندنا يقول لك إيه أنا باخد إرفة أنا باخد سينمون السينمون ده قصة كبيرة جداً يعني عندك مثلاً القلف بتاع الشجرة اللي هو الجزء الشجرة من تحت بيكون في درسين خصائصه مختلفة عن الفروع مختلفة عن أماكن كتيرة جداً فبالتالي اختلاف الشجرة جزء بتاع الشجرة اختلاف المكان اختلاف الطربة اختلاف عوامل كتيرة جداً طب من اللي يحدد لي إن كانت الحاجة دي مناسبة ولا مش مناسبة اللي يحدد الموضوع ده هو الشركات الأدوية فهي اللي بتاخد النباتات دي بتعمل عليها اختبارات بتعمل عليها استخلاصات بتعمل عليها تعبئة وبتحدد الدوز اللي هي الجرعة اللي يجب إن احنا ناخدها خلال اليوم نفسه وبالتالي الصح إن احنا ناخدها من خلال شركات الأدوية عشان خاطر دي بتكون مهمة جداً لأنه بيحدد الجرعة بناءً على دراسات معمولة على العشب نفسه يعني ما يصير يا دكتور لا يصلح أن نذهب إلى العطار وننتقب بعض الأعشاب ونتناولها بشكل عشوائي هي النقطة أن انت ممكن في واحد ياخد مثلاً أعشاب يكيب نتيجة واحد تاني ياخد أعشاب ما يكيبش نتيجة واحد تاني ياخد أعشاب يجيو مفص أو تخلصات على حسب النوع على حسب اللي عشب نفسه لأن العشاب ديت يعني ديك مثال صغير الكاركري مثلا الكاركري أنت ممكن تكيب الكاركري ده ممكن يكون من سنتين عند العطار أو متخزن بقى له سنة أو بقى له سنتين ممكن تكيبه لسه فريش لسه بقى له ثلاث شهور أربع شهور فطبعاً هل المادة أو محتوها من العناصر الغزائية هتكون متساوية من سنة أو من سنتين؟ طبعاً هتفرق طريقة التجزين طريقة النقل طريقة العرض كل دي عوامل كتيرة جداً بتخش وتتدخل مع عرض المادة الغزائية فبالتالي المفروض أن احنا بناخد الحاجة دي من المصادر معمولة عليها رقابة وتعبئة وخضع للإشراف ووزارة الصحة والبلدية ورمائل أزالي طيب في إطار التوعية كذلك يا دكتور سأطرح عليك العديد من الأعشاب والوصفات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصلني بشكل شخصي وتصل للبرنامج يسأل عنها دائماً منها مثلاً عشبة القرد، منها صمغ النحل، الحلتيت، عشبة الإفيدرة، العرقسوس كل هذه الأمور يا دكتور، وكل هذه الأعشاب التي لا تستخدم، يعني في بعض الأعشاب تستخدم في الطعام وفي الشراب بشكل طبيعي ولكن هذه لا تستخدم أو غير متدولة بشكل كبير، أي منها مفيد بالفعل وكيف يمكن استخدامها؟ سؤال ده جميل جداً، بس أنا حصلت الضوء على حاجة أنت حصلت الضوء عليها، اللي هو الدواء بتاع اللي هو دواء إعلانه، اللي هو مدغشكر أنا كنت عايز نتحدث عنه بشكل خاص، يعني بعد أن نتحدث عن هذا العشاب أنا جالي على الصفحة بتاعتي فيسبوك من أخصائي التغذية في المدغشكر، نمازج للأدوية والمعلبات والأزايز اللي هي متعلبة فيها الدواء بتاعهم فأنا ردت عليهم رد بسيط جداً، أنا قلت لهم أن نبتة الشيح فيها مستخلصات غذائية بتتأثر بالضوء فيجب أنها لو أنتم عملت تعليب لي أو عملت عصارة أو مستخلص الشيح، لازم أن يتحط في إزازة تكون داكنة يعني لازم أن تكون الإزازة ملونة، لأن الإزازة الشفافة بتعكس الضوء وبتعمل حاجة اسمها أوكسيديشن للمواد اللي هي موجودة من مستخلصات الشيح فده طبعاً يعتبر، يعني أنا شايف أن هم كانوا مستعجلين بسرعة فهم عملوا تصنيع سريع فبصراحة من أهم التعليقات في الموضوع بتاع التعبئة بتاعتهم أنهم بيستخدموا زباجات شفافة اللون بتاعكس الضوء وبتعمل أجسادة للمكونات بتاعت الشيح والمكونات هي الأرتميسيا أو الشيح يا دكتور المكونات بتاعتها بيكون فيها مركبات فينولية ومركبات مضادات أجسادة وفيها معادن وفيها فيتامين ومن ضمنها فيتامين A وفيها فيتامين C بالنسبة كمان بس لازم الاستخلاص الشيح لازم يتم على البارد على البارد يعني يتم الاستخلاص في ظروف معملية أو في ظروف تصنيع بحيث لأن لما يتم تسخين الشيح بيفكد حوالي 20% من قيمة البيتامينز اللي هي البيتامينات الدايبة في المياه بيفكدها ثانيا العشب الشيح نفسه ليه مراحل معانا من النمو يعني مثلا في الشيح في الشيح اللي هو اللي هو الناشف اللي هو اللابيب دا وفي الشيح الثاني اللي هو فيها له زهرة البابوني وهي الشيح التاني يعني فيه مراحل وفيها أجزاء من النبات وطبعا الشيح裏 كل مكان احنا ازاي نختبر الشيح بالمور charge بين الائنات كده وتفرقه وبشمه كل مكان الريح قوية هو نبات من النباتات العطرية كل مكان ريحته هو قويه مكان المكان من نسبة الزيوت الطيارة فيه عالية وبالتالي كانت الجودة بتاعته عالية جدا وبالتالي هو فيه كذا نوع من أنواع الشيح وفيه كذا طريقة لاستخلاصه عشان خاطر يستخلص بطريقة سليمة زائد ان احنا دايما دايما بنقول ان عشبة الشيح هي بتأثر بالضوء فياجب انها يتم تعبئاتها وتغلفها واستخلاصها في مواد عشرة ولكن يا دكتور أريد ان حتى الجمهور الآن ربما يلتبس عليه الأمر ويعتقد أن الشيح مفيد للوقاية أو لزيادة بنعة الجسم أريد رد واضح وصريح هل مقونات دواء مدغشكر تجعله بالفعل دواء مفيد لمرضى كوفيد-19 وهل يمكن تناول الشيح لرفع لأن الشيح أنا أعلم أنه لا يتم تناوله وليس من ضمن العشاب التي تشرب أو تؤكى هو طبعاً الرد صريح جداً جداً كان منظمة الصحة العالمية إنها قالت إن المستخلص ده لم يتم تجربته سريرية يعني لسه ما تعملش عليه اختبارات وقالوا إن هو من المبكر جداً جداً إن إحنا ممكن نطلق عليه ذلك وبالتالي هو اجتهاد فقط لغير ولكن لا يزبط ذلك أنا عايز أقول على الحاجة مهمة جداً نبات الشيح هو غلط للناس اللي عندها مشاكل في الكلا غلط إنهم يغضوا الشيح الناس اللي عندهم الصرع غلط إنهم يغضوا عن الشيح الناس اللي عندهم زيادة في كهربة الجسم غلط إنهم يغضوا نبات الشيح الناس اللي عندهم مشاكل في دهون على الكبد غلط إنهم يغضوا نبات الشيح لكن الشيح ليه فوايد تانية إنه هو مطهر للجهاز الهضمي ومطاهر للبراصايتس اللي هي الفطري اللي هي التفايليات وليه فوائد مختلفة جدا عن الفوائد اللي هم بيستخدمهم لكن هو في مستخلصات كويسة جدا من مدلوط الأجساد هي بتعمل تحسين لجاز المناع ولكن ما يدرش نقول انه هو علاجي هو يعتبر حاجة من دون الأجزية اللي هي لها دور في تحسين جاز المناع ولكن ليس علاجي يعني ممنوع على الناس لا يجب على الناس أن يعتمدوا على الشيح ويتناولون الشيح من طلقاء نفسهم لأن له أضرار خطيرة جدا ويجب يعني استشارة الطبيب أو قصائي التغذية في حال أراد الشخص أن يفعل ذلك طيب يا دكتور أريد أعود للسؤال المهم وهو سؤال الناس جميعا يسألون عن الأعشاب المنتشرة لو فحصت اليوتيوب يا دكتور ستجد كثير من الفيديوهات أن القرد عالجة القرد هذا هذه العشبة علجة أشخاص من كوفيد-19 ستجد أن العرقصوس هو الذي عالج أشخاص ويتحدثون أنهم تم شفاءهم نريد أن نوضح للمشاهد هذه الأعشاب المنتشرة العرقصوس الحلتيت عشبة الإفدرة القرد كل هذه الأعشاب هل منها بالفعل ما أثبت أنه يقي أو يعالج كوفيد-19 أنا أقول حاجة مهمة جدا هي بتيجي فيها حاجات مصادفات بسيطة هي اللي بتخلي الناس تمسك في الأمل يعني الناس بتدور على أمل بشكل عام الأغذية اللي احنا قلناها هي لها علاقة مباشرة بتحسين جهاز المناعة ولكن في حاجة مهمة جدا اللي لازم نكون وعيين عليها إن إحنا ما نقدرش نحكم لأن إحنا عشان نحكم على عشب لازم نحكم على الجرعة لازم نحكم على طريقة الإعداد طريقة التجهيز طريقة التناول وحفات كتيرة جدا متعلقة بالإجابة على كل عشب من العشاب دي أول حاجة ثانيا العشاب دي فيها مستقلصات وفيها مواد محفزة لجهاز المناعة ومحسنة للجسم وديها مختبرات وكويسة لكن علاقتها بإنها يكون لها طريقة في إنها تحسين جهاز المناعة عشان خاطر كوفيد نايدين لم يزبط إليها أنا حديك مثل زغيات في آخر دراسة لمنظمة الصحة العامية بيقول إن نسبة الوفيات عند الأطفال بسبب كوفيد أخي الأقل لما جوم يبحثوا لقوا إن فيه إن الأطفال جسمهم بيكون فيه منتجات من منتجات الألبان سواء كانت منتجات الألبان من الأم في الرضاعة أو من تغذية الألبان لوا البايو فيدي المادة دي بتيبقى موجودة في الأطفال في خلال مرحلة النمو وجسمهم بيكون مشابع بيها المادة دي مقاومة للفيروس ماشي فهي النقطة اللي كان السبب إن ليه الأطفال بيكون عندهم مناعة هل ممكن نستخدر المادة دي ونحخوي ويأخذوها الكبار ومن الألبان ويأخذها الكبار لا طبعا لم يثبت حاليا ولكن هي تركيمة الجسم بتاعت الطفل مع الألبان مع التغذية في الشكل ده بتدينه مناعة أديك نسال تاني إحنا الدراسات اللي إحنا عارفنا إن فيتامين سي اللي هو الحبوب دي بيستمي امتصاصه آخر دراسة بتقول إن فيتامين سي النقي النقي اللي هو الحبوب فيتامين سي النقية بتكون نسبة الامتصاص فيها بتكون ضعيفة أقل كبناش لما جمعهم للدراسة لقوا إن لازم يتحط يضاف لفيتامين سي الفولفونايدس عشان كده بتلاقي في بعض أنواع دلوقتي فيتامين سي الجديدة دلوقتي مكتوب عليها فيتامين سي بلاس فولفونايدس الفولفونايدس دي هي عبارة عن أنت أكسيدان دي بتكون مكملة ومعززة لامتصاص فيتامين سي طب إحنا ممكن ناخد فيتامين سي المقاول مناعة آه مقاول مناعة بس ما فيش دراسات أثبتت بشكل كامل عليه حتى دلوقتي فيتامين دي مثلا فيتامين دي بيخش في تركيب العزام بيخش في تركيب العضلات والغضريف وليه حاجات كتيرة ويخش في الميتابوليزم بتاع الشخص وما إلازم هل ممكن نحكم عليه إن هو خاص بكوفيد لا ما ينفعش نحكم عليه لكن هو يعتبر عامل مساعد أو مكون أساسي من المقونات اللي الجسم بيعتمد عليها في تطوير نفسه وفي زيادة المناعة تعالي نتكلم مثلا على البروبليز البروبليز اللي هو صمغ النحل وده بيعتبر ممتاز جدا وثبتت عليه دراسات وتعاملت عليه دراسات ماجستير ودكتوراه في البروبليز اللي هو صمغ النحل اللي هو بيعتبر الجزء من الخلية اللي بيكونها النحل أثناء عملية جمع اللقاح وما لازم البروبليز يعتبر ممتاز جدا لتقوية المناعة وكويس جدا لأنه فيه نسبة فيتامين إي اللي هو مضاد الأكسادة ومقوّل الناحية الجنسية والخصوبة وما لذلك فبالتالي ليه محاذير لأنه لو يتاخذ بشكل كبير بيعمل احتباس بالمياة في الجسم ويقلل الميتابوليزم ويعمل زيادة في الوزن وحاجات زي كرة لكن هو له كمية معينة بيتم اتخذها وريدي معموله دراسة عليها وبيموجود في السيدة لو اتكلمنا مثلا على الأرد الأرد أو القرد الأرد أو القرد دي برضو شجرة شجرة ديت بيديبها دي موجودة وحتى بيديبها موجودة في الحضائق والمتنزئات اللي هي بيساموها الأكاسيا ودية الشجرة دي بتكون ممتازة جدا بتعمل قرون زي الخروط كده وبيتم غاليها وبيتم شربها وديت لها فواية كواسة جدا لأنها مادة قابضة وبتكون لها فواية كتيرة جدا على الجسم لأنها بتحسن جاز المناعة وفيها مضادات التنينات وفيها مضاد الفلبونيديس وفيها مركبات بتفيد الجسم جدا وترفع من جاز المناعة بالنسبة العجبة تانية زي عجبة اللي احنا تكرمنا عليها دي ممتازة جدا وفيها عجبة تانية اسمها الجينكو بلوبا الجينكو بلوبا دي تم دراستها وعمل دراسات عليها وتم تعبئاتها وعليها دراسات وموجودة في الصيدلية اسمها الجينكو بلوبا دي عجبة دي شجرة اسمها جينكوبلوبا دي ممتازة جدا عشان خطر الزهايمر والخرف ومعمول يمكن جمعية الزهايمر عاملين عليها دراسها اللي هي الجينكوبلوبا لها تقويت الزكرة ولها علاقة كمان بانها بتقلل عملية الفقد المعلومات القديمة في داخل عقل البشري وكمان بتقلل عملية الهرم الخلايا المخ ودي لها علاقة ممتازة جدا ولكن احنا ما نقدرش نربطها برضو بانها لا علاقة بالمناعة للا علاقة بكوفيد ولكن هي تعتبر عشبة ما تعمل عليها دراسات وما فيش اي مشكلة بيها لكن فيها عشاب لسه ما تعملش عليها دراسات كاملة زي مثلا اليانسون اليانسون فيه هرمونات أنوسة بيرفح هرمونات الأنوسة وممتاز جدا لان حتى واحد يقول لك اشرب كوباية يانسون الصوت عندك حيتحسب طب هو ايه العلاقة بين الصوت واليانسون ان اليانسون فيه استروجين وفيه هرمونات أنوسة لما انت تاخدها بتحسن الهرمونات دي عند الاحبال الصوتية فتبدي تخلي الصوتك يعتبر احسن وكلير وواضح ماشي؟ فدي احنا حاليا دلوقتي بيعوموا عملية استخلاص للهرمونات دي من اليانسون بالمناسبة دكتور بالمناسبة دكتور هل شرب المشروبات في الباكت او في الغلاف يعني مضر او خطر او اقل فائدة من شرب العشاب السائبة السؤال ده هو بالنسبة لي الباكت الباكت معمول عليه اختبارات مفيش منه اي مشاكل بضربة صحة خالص ولكن لو احنا حابنا نتكلم على الفايدة اللي هي بتستخلص من العشاب نفسها احنا بنفضل ان احنا نفك الباكت ونفضي المستخلص بتاعه عشان لخاطر نستفيد بغا ليه لان الباكت ده بيعمل زي فلتر الفلتر ده بيحجل بعض العناصر الغذائية اللي هي موجودة جوه العشاب نفسه لكن كالناحية انه ضر ولا مش ضر بالصحة هو امن وسيف ومعمول عليه دراسات ومفاقات من لغزية والدول ونفيش منتشر عالميا يعني ما مصرح به دوليا لكن لو اتكلمنا على الفايدة انه هو بيحجز او بيقلل من انتشار المغزيات اللي هي بتاعت العشب نفسه هو فعلا بيقلل بالنسبة من عشر عشرين في الباكت طيب دكتور لضيق الوقت سريعا اريد ان اعرف ما هي اهم الاعشاب اهم الفيتامينات التي يمكن ان تساعد الجسم الآن في تقوية منعته والوقاية ليس من فيروس كورونا ولكن بشكل عام تؤهل الجسم وتقوي منعته ضد اي فيروسات او امراض محتملة الاعشاب الفيتامينات هل هناك جرعات يومية يجب الحرص عليها وهل هذا يناسب جميع الناس قبله تمام هو في حاجة جميلة جدا اللي هو الكوركم الكوركم ده يعتبر حاجة بيسموه زهب زهب العشاب هو زهب ليه لانه عبارة عن هو لونه زهبي فعلا وهو بيعتبر الدهب بتاع العشاب الكوركم ده تعمل عليه الدراسة فعلا ولقوه ان هو انتي بكتيريال وانتي فيروس ان هو مضاد بكتيري ومضاد ميروسي كانوا فراخ والفراخ دي تم تقطيعها وتحطى عليها وتم اخذ عينة منها وعمل اختبار حاجة اسمه الحمل الميكروبي وبعد كده كابوا الفراخ دي تاني وحطوه عليها كوركم وعملوا وخدوا منها عينة وشافوا الحمل الميكروبي لقوا فيه انخفاض بنسبة 95% من البكتيريا اللي موجودة فيه اللحم نفسه بتاع الدجاج لقوا انه هو تم ابادته مباشرة فبالتالي الكوركم له علاقة مباشرة جدا جدا بانه هو محسم زي انه فيه مضابات اكساد عالية زي انه فيه فيتاميل ومنيراز عالية فبالتالي ده يعتبر من احسن العشاب اللي يزمن يدخلها عندنا في الكلتاعة الكوركم فيه منه ورق فيه اخدر الكوركم فيه منه بودر الكوركم فيه منه جزور جزور عاملة زي جزور الزنجبيل ماشي ده ممكن تقطيعها وتتغلي وتتشارب ممتاز جدا ده رقم واحد رقم اثنين الزنجبيل يعتبر ممتاز جدا لانه بيعتبر فيه نسبة عالية من فيتاميل سي اه كمان اللمون فيه برضو نسبة عالية من فيتاميل سي بس احنا بلنا تعليق واحد على طريق تناول التناول ان احنا ما نحطهوش يغلي على المياه احنا نحطه ونحط عليه مياه دافية ماشي ونسيبه منقوع بيبقى ممتاز جدا كمان الكركاري يعتبر مطهر ويعتبر فيه نسبة عالية من فيتاميل سي كمان وكمان في نسبة عالية من مضادات الاكسادة اللي هي بتساعد على تفقية جهاز المناعة كمان بالنسبة للخضروات احنا اهم حاجة عندنا الفلفل الغضر او الفلفل الوان ده يعتبر ملك الخضروات في فيتاميل سي وده يعتبر كويس جدا لأنه هو بيقوي جهاز المناعة بشكل كويس كمان من نسبة للفاكهة اللي يعتبر أعلى حاجة فيها اللي هي إيدواتر لو احنا رجعنا للعشاب حنتكلم على حاجة مهمة جدا ان احنا لما نستخدم العشاب ما نستخدمهاش أكثر من مرة يعني ممكن لو احنا بغليها ما نغليهاش تاني ماشي عشان لو تغالد تاني تاني مرة بيحصل حاجة اسمها أكسيديشن أكسادة فبالتالي العشب لا يسخن مرة تانية انت ممكن تسخن العشب ولو برد اشربه لو عايز يسخنه غلط هيكون ده بيعتبر إعادة التسخين بتنسبة للعشاب ده لا يفضل لأنه بيعمل أكسيديشن وبيغير من الخواص الفايتو كيميكا البدايتها نفسها في حاجة تاني كمان ودي مهمة جدا ان احنا لازم نتناول العشاب بطريقة صحيحة ما نفعش مثلا ان انا أخذ أدوية لان في حاجة اسمها في حاجة اسمها فود دراج انتلاكشن اللي هي تداخل الأدوية مع الأغذية ففي بعض أنواع المضضط الحيوية ممكن لو أنا بأخذ مضضة حيوية ماخدش أعشاب أو مركزة مع المضضط الحيوية عشان بيحصل فيه تفاعلات بينها فبيقلم من تركيز أو من تأثير المضضة الحيوية اللي أنا بأخذه فبالتالي لو أنا مثلا ممكن أخذ حاجة مثلا فيها أنتبكتيريال مثلا أي حاجة مضضة أبكتيرية أو مثلا فلفل الحار أو الفلفل الأصمر وبأخذ مضضة حيوية ده بيتدخل مع ذا لأنه ده مضضة حيوية في أنتباتيسك وده بيعمل بيبقى فيه تدخل بينهم بعضهم فبالتالي لازم أن يتدخل الأعشاب على معدى قضية بتكون كويسة جدا وبيكون فيها الاستفادة بتكون كويسة جدا كمان فيه حاجة مهمة جدا خلط الأعشاب من بعضها مش لازم نخلط كذا عجب مع بعض لو أنا خلطت كذا عجب مع بعضه بيحصل حاجة فيها تتفاعلات ما بين الأعشاب وبعضها فبيحصل فيه حاجة اسمها بيحنا بنسميها التنافسية الغذائية فبيحصل فيه أن بعض العناصر بتغلب على بعض العناصر التانية وبيتضد بعضها زي مثلا الزينك والنحاس زي مثلا النيكل والمارليسيوم ففيه بعض أنواع من العناصر والأملاح المعدنية بيحصل فيه تنافس ما بينهم فبالتالي الجسم يستفيد لا من العشب ده ولا من العشب ده فبالتالي احنا بنفضل دايما دايما تناول العشاب بشكل مفرد لو ينسون ينسون لوحده لو زنجبيل زنجبيل لوحده دايما يفضل عشان يكون فيه نتيجة أفضل في الموضوع فيه حاجة مهمة جدا إنه هو فيه اللي هو العكبر العكبر ده اللي هو النحل اللي هو دي حاجة جزء من الخلية بتاعت النحل من الداخل ده بيكون فيه اللي هو الشمع النحل وبيكون فيه الريء أو اللعاب النحل بيبقى بيملس بيه الخلية من الداخل فالعكبر ده يعتبر ممتاز جدا جدا لجهاز المناعة وهو بيكون موجود منه اللونه بيكون بني أو يكون لونه بونه أسمر فاتح وبيفرق من من منطقة لمنطقة على حسب الخلايا وعلى حسب نوع النحل فالعكبر يعتبر من ضمن الحاجات المستخلصات اللي بتكون مفيدة جدا برضو في رفع جهاز المناعة فيه حاجة مهمة جدا خاصة بالزنك الزنك ثبت علميا أن الزنك له دور فعال جدا كعامل كو انزيم كعامل مساعد مهم جدا ليترى تحسين جهاز المناعة وبيفيد جدا في أن المناعة تكون متحسينة عند للشخص نفسه فيه حاجة عايزة أقول عليها خاصة بيه خلط العشاب مع المواد الجزائي احنا بنفضل دايما دايما خلط العشاب مع منتجات الألبان ليه بقى؟ لأن خلط العشاب مع منتجات الألبان بيزيد امتصاصها وبيزيد كفائتها في عملية استفادة الجزء بحديك نصال زغاية زي مثل عشبة الإشنسيا أو عشبة تانية زي بزور الشيئة بزور الشيئة دي ممكن تتحطى مع كوباية الرب أو بزور الباسل اللي هو الريحان البزور دي بتكون لها كفاءة عالية جدا جدا في تحسين جهاز المناعة بتاعت الجسم زي نزول الوزن وخصوصا دهون البط بتاخد معلقة من البزور الشيئة أو معلقة من بزور الريحان وتحطها على كوباية الزبادي وتخلطها وتاخدها أو بتكيب ورق النعنع النعنع المجفف ماشي بتحطه أو نعنع اللي هو الأخضر ماشي بتحطه على الزبادي وبتاخله يكون ممتاز جدا يعني بمعنى أن الزبادي أو الروب بتخلط معها الأعشاب وتتناولها بيبقى يعتبر مادة ممتازة جدا بيتخلي الجسم يمتص كمية عالية جدا من مضاد الأجسادة بشكل مفيد وبتساعد الجسم على أنه يتقبلها بشكل كويس زايد أن في حاجة مهمة في الزبادي أو الروب هي الكالسيوم الكالسيوم بيكون مفيد جدا جدا لأنه بيكون عامل مساعد في زيادة امتصاص العناصر الموجودة زايد أنه بيحسن من عملية الميتابوليزم في الجسم شكرا يا دكتور أعتقد أن هذه وصفة مهمة يمكن الاعتماد عليها من قبل الجميع لتقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة أفضل في مواجهة الفيروسات بشكل عام وفي مواجهة المرض بشكل عام يجب الحفاظ على مناعة الجسم قوية سواء في وباء كورونا أو غيره أشكرك على كل هذه الوصفة وبالتأكيد ستكون هذه على صفحات برنامج مع الحكيم تويتر وفيسبوك والجزيرة مباشرة لعلها تكون مفيدة لسادة المشاهدين أشكرك جزيلا شكرا دكتور خالد المقدم خصائي التقضية العلاجية كنت معنا من الدوحة شكرا جدا لكم كذلك أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة تمنيتي لكم بيوم سعيد وقدمتم بصحة وإلى لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة